ففين الجمهور حقيقي فين ما بنسألش عالناس الغلابة كلمت حضرتك يا سابت الوزير اكتر من مرة كلمتك باحساس اب واخ واخت في ناس مشت من شغلها عشان اخوها مسجون وهو خريج هندسة مش بتاع سجون وبتزايدوا علينا بتقول ما بنتكلمش اقولوا اللي عايزين تقولوه انا بخاطب اكبر حد مسؤول عن الرياضة اتابع شوف فيه اسرة معهاش جنيت جيب ازازة مية لابنها اللي ما يعرفش عن ايه سجن فيه ناس بتشتغل في اماكن اتقلها برا عشان سمعتك وحشة فيه ناس كده اتقل ناس بيوتها عظيمة اتقلها كده حضرتك برا اخوكي في سجن والله ده حصل ومش عايزة استكتب حد ويبقى فيه تليفونات انا بيحكي لكم واقع موجود فاحنا فين احنا فين 2016 2017 الشباب ما هو عايز شباب سوي يبقى موجود وسطنا مش عايز يبقى شباب يطلع متدمر وميت عايز يبقى بيطلع مخلص لنادي واكتر والبلد وقبل اي حد لان اتقلوا ساعتين بيتك ما بوص ساعتين بقى شهر بقوا شهرين الناس استنفذت كل الفلوس اللي بتشتغل بيها ما هالقسر دي برضو فيه منها غلابة ومش كل يوم يعني لحمة وفراخ وده ممكن تلاقي ناس بتجيب الفرخية تعمل عليها تلات اربع مرات اكل انا بكلمكو ودايما اللي يزعل من اسلوب اللي انا بتكلم بيه اي ده يضرب دماغه في الحيط لان كلنا خرجنا لعبة الكورت القدم تلاقي واحد او اتنين من اسرة مستريحة لكن اغلبهم من اسرة بسيطة قوي ومنهم احنا الاهلي رفعنا كبير كبير كتير سنين طويلة وخلنا في مكانة تانية وسط الناس وسط المجتمع ففيه ناس اللي احنا كنا منهم اساسا بيعملوا اللي انا بقول له حضراتكو عليه هو ده كلام في الكورة اه طبعا ده كلام في الكورة عارف ليه عارف ليه اللي بتنظر انت وهو عشان لما كل مدرب اشتغلت معاه من اول يوم انا وزميلي كلهم محمود الجهري منو الجوزيه مختار مختار حسام البدري حتى الاجانب تصوب البونفرير ديكسي ناس كتير عارفين بيقولون ايه في الغرف المغلقة قبل المباريات اكسب عشان تفرح الجمهور ده العظيم اللي يستهل منك اللي انت تفرحه اللي منه بسيط جزئال كده وكل الاسماء اللي انا قلت حضراتكو عليه فلما نيجي عند الحق ما نتكلمش وننساهم مرة تانية وثالثة وجملة اخيرة في منهم مش عارف يجيب ازازة مية لابنه انا احترم القضاء واحترم مؤسسة القضاء ومش هزايد على كل ده لكن فيش تهمة لها دي الحقيقة فمن هنا مطلوب من كل المسئولين قطبطب اساند اسأل وشوف طلبت من حضرتك مرة واتنين وثلاثة واربعة انا ما اقدرش قال ليه علاقات بس لها علاقات محدودة وما بحبش في حياتي لا نطلب من حد حاجة ولاعب سابق ولا كابتن سابق ليش والتاريخ قد كده اقول لي حضرتك مرة واثنين وثلاثة ودير رابعة اسأل لو لقيت الشباب ده مظلوم اوه في جنبه لقيته ظالم وعايز يدد الدولة ولقيته ارهابي زي ما ناس مش فهم حاجة بتقول كده خليهم واحنا نساعد حضرتك سعادة اشتركوا في القناة